طيب تعالوا نتكلم عن فكرة الهدى يعني إزاي ربنا هدى الناس بالصيام أول حاجة لو إحنا جينا نتكلم من وجهة نظر الطب النفسي لو جينا نتكلم من وجهة نظر الطب النفسي مثلا فيه أمراض منتشرة كتير قوي وخصوصا في القوينة الأخيرة يعني أنا بشوف في العيادة كتير قوي يعني من المرضى اللي بيعدوا علي سواء في المستشفى أو في العيادة كتير قوي من المرضى دول بيعانوا من الاكتئاب طبعا الاكتئاب هو مرض العصر دلوقتي حقيقة يعني أنا يؤسفني طبعا إن أنا أقول إنه هو مرض العصر لكن حقيقة مع يعني ظروف الحياة الصعبة ومع الضغوطات اللي موجودة ومع يعني ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة حاجات كتير قوي الحقيقة يعني بتزود نسبة الاكتئاب في المجتمع بتاعنا فربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصيام فرض الصيام عشان يعالج حتة الاكتئاب دي حاجة غريبة جدا يعني تقول لي يا دكتور وليد طب إيه العلاقة بين الصيام والاكتئاب أقول لك إن ربنا لما قال في القرآن ننجع زي ما قلنا في الأول إن ربنا سبحانه وتعالى قال هدى للناس هدى للناس يعني هدى للناس عشان يهديهم يهديهم يعني يصح البدن ويصح الحالة النفسية يعني مثلا لو قلنا مثلا مرضى الاكتئاب هو اكتئاب يعني إيه؟ اكتئاب يعني حد قاعد معزول في مكان بعيد عن الناس مش عايز يتكلم معاهم مش عايز يتعامل معاهم ممكن يكون أصيب بحالة من هستيريا البكاء أحيانا زي ما بنشوف في العينين كتير قوي في حالات الهستيريا البكاء جي بقى موضوع الصيام دخل في الحتة دي علشان يزبطها بشكل يعني أكثر من رائع تعالوا نفسر مع بعض إزاي إزاي الصيام ممكن يعالج حتة الاكتئاب إزاي يعني؟ أولا الأجواء الرمضانية وأجواء الصيام بتحب شوية التجمعات يعني تلاقي ناس كتير قوي يا جماعة على مدار العام تلاقيهم ما بيتقابلوش كتير أو يعني ظروف الحياة بتبقى واخداهم أو حاجات كتير قوي تقوم تلاقي في شهر رمضان الناس بتعمل بقى اللي هو التجمعات الأسرية والعائلات بتلاقيهم بيعزموا بعض بيتقابلوا مع بعض سواء على الفطار أو بعض الفطار أو كده أو على الصحور يعني أقصد أقول أن فكرة أن وجود الصيام ووجود الصحور والفطار ده خلى الناس يبقى عندهم موسمين في اليوم أو مناسبتين في اليوم مناسبة الفطار ومناسبة الصحور فالناس تتجمع مع بعض في الصحور أو الفطار وده أول طريقة سلوكية لعلاج مرض الاكتئاب إزاي دكتور وليد أقول لك عن طريق أن هم مريض الاكتئاب أصلا بيميل إلى العزلة فجات حطة الصيام والفطار والصحور والحاجات دي تتجمع الناس فيها إذن ده أول علاج سلوكي معرفي إذا ما احنا بنفهم العينين في الجلسات النفسية أو العلاج السلوكي المعرفي بنقول لهم أن إحنا لازم كلنا بنتجمع مع بعض ماينفعش حد عنده اكتئاب يقعد في حتة لوحده أو يقعد معزول ماينفعش طيب إذن فكرة تجمع الناس في رمضان أو في أثناء الصيام ده في حد ذاته إحنا بنسميه في الطب النفسي العلاج السلوكي المعرفي يعني فكرة أن انت ما تخليش مريض الاكتئاب يبقى معزول لا المشاركة الأسرية أفراد الأسر الواحدة بيتجمعوا مع بعض على الفطار بيتجمعوا مع بعض على الصحور وقد يكون أن ده ما بيحصلش فيه الآيابة التانية العادية يعني طالما ما فيش مناسبة صحور مناسبة فطار فكل واحد بياخد أي لقمة زي ما بيقول كده في أي وقت وبياخد بعضه ويمشي واللي ينزل راح الشغل واللي راح المدرسة واللي راح مش عارف فين أقصد أقول أن ما فيش نقطة طلاقي إذن فرض الصيام خلى الناس يبقى فيه مشاركة مشاركة أسرية مشاركة عائلية يعني أفراد الأسرة الواحدة بيتجمعوا مع بعض الأب والأم والأولاد أفراد العائلة الإخوات والأعمام والخلات بيتجمعوا مع بعض وده أحد طرق اللي احنا بنقول وبنوصي بيها العيان بتاع مرض الاكتئاب أنه هو لازم ما يبقاش معزول أبدا إذن سبحان الله هو قال من 1400 سنة سوم وتصحه سبحان الله هي الصحة دي هو كان يعرفها منين هو وحي سبحان الله الرسول كان لا ينطق عن الهوى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أو حاله بكل حاجة هو قال سوم وتصحه الكلام ده من 1400 سنة النهاردة احنا بنكتشف في الطب النفسي أن أحد طرق العلاج لمرضى الاكتئاب هو التجمعات الأسرية سبحان الله يعني أقصد أقول أن فرصة وجود شهر رمضان ووجود التجمعات الأسرية والعائلات والكلام ده كله بيخلي فيه ترابط بين أفراد الأسرة الوحدة اللي هي أصلا بتبقى معظم الوقت مفككة الأسرة الوحدة الأب والأم والإخوات بيبقوا قاعدين مفككين كل واحد ماسك مثلا التليفون بتاعه أو اللاب بتاعه أو التاب أو واتفر وقاعد عمال شغاله بيواتساب ومش عارف إيه وبيشات وكده وما فيش أي نوع من أنواع التواصل ودوة أوجد في الفترة الأخيرة أمراض كتيرة جدا من الأمراض الاكتئابية اللي بنشوفها كل يوم نتيجة التفكك دوة يقوم يجيلنا الضيف الكريم دوة كل سنة يجيلنا يقعد معنا شهر علشان نتجمع تاني علشان نحاول نفك العقد والأمراض الاكتئابية اللي احنا بنمر بيها على مدار السنة ترجمة نانسي قنقر